بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد حين أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختار عنوانا للرسالة الإسلامية اختار الأخلاق وقال كما نحفظ عنه صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق وفي رواية مكارم الأخلاق وبيّن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأخلاق الحسنة تثقل موازيننا يوم القيامة وبيّن صلى الله عليه وسلم أن من اتصف بالأخلاق الحسنة فإنه يكون في قائمة من يحبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا صدق سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فللأخلاق شأن عظيم وقد أراد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسخ فينا كل القيام الأخلاقية حتى نكون مجتمعا متماسكا مترابطا يحتاج بعضه إلى بعض من هذه القيام الأخلاقية التي تضبط الحركة الحياتية للإنسان والتي تضبط النفس بمعنى أنها تجعل الإنسان يحسن التفكير وما يترتب على ذلك من حسن التصرف ثم ضبط السلوك والأدب من هذه القيام قيمة كظم الغيظ الإنسان منا لأنه يعيش في عالم أغيار فهو يتعرض لبعض المواقف أو الشدائد أو الأزمات التي قد تستثير غضبه مما يجعله يمتلئ من هذا الأمر غيظا كلمة الغيظ حينما تطلق فإن الذهن يبدأ في استدعاء مجموعة عظيمة من المفاهيم والتصورات التي تتعلق بكلمة الغيظ ونستطيع أن نلخصها في الآدي الغيظ يعبر به عن ألم نفسي يصيب الإنسان إذا أوذي في نفسه أو بدنه أو ماله أو عرضه أي نوع من أنواع الإذا نفسيا كان أو معنويا أو بدنيا أو ماليا وهكذا ولأن النفس تنطبع وتتأثر بما تسمعه وتراه وتتعرض له فهي تريد أن ترد الإيذاء الواقع عليها وهذا انفعال طبعي إلا أن النصوص القرآنية المشرفة والنصوص النبوية المنيرة جاءت تأمرنا أن نكفا فعالا نفس عن عقاب من آذاها وأن نصونا الجوارح واللسان عن الإساءة حتى نصل إلى الأدب في السلوك ربنا سبحانه وتعالى يقول ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم ويقول ربنا بعدها وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم كأن الصبر هو المفتاح الرئيس لكظم الغيس وإذا ثبت لدينا في نصوص القرآن الكريم أن الصابرين يدخلون الجنة بغير حساب فبالقياس كاظم الغيظ يدخل الجنة بغير حساب إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب فحين يصبر الإنسان على الأذى وهو ما يسمى بالصبر الجميل يصل إلى كظم الغيظ وحين يقظم الإنسان غيظة ويكتم هذا الغضب يصل إلى ضبط النفس وحين يصل الإنسان إلى ضبط النفس يحسن التفكير وحين يصل إلى حسن التفكير يحسن التصرف وحين يحسن التصرف لا تجد منه إلا كل ما يؤدي إلى الأدب وإلى ما يوافق الفطرة السليمة والمنهج الإلهي الكريم النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول من كظم غيظة وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من أي الحور شاء صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم إذن أنت تستطيع أن ترد الإذاء تستطيع أن تخرج هذا الغضب لكنك كظمت غيظك ماذا يصنع الله عز وجل بك يوم القيامة على رؤوس الخلائق من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله على رؤوس الخلائق أي أشهره الله سبحانه وتعالى وأعلنه على رؤوس الخلائق وتباهى به الحق سبحانه وتعالى ويقال لكظم الغيظ هذا الذي أتى بهذه الخصلة الطيبة إذن فعلا أن كظم الغيظ بكظمه لغيظه هذا سبيل الرئيس لدخوله الجنة وأنك بكظمك لغيظك يعلنك الله على رؤوس الخلائق ويتباهى بك ويقال لك أنت الذي أتيت بهذه الخصلة الطيبة النبي صلى الله عليه وسلم حين جاءه رجل يسأله عن موعظة مركزة وعن وصية منيرة قال له صلى الله عليه وسلم لا تغضب فأعاد الرجل الطلب يريد موعظة ووصية مركزة من النبي صلى الله عليه وسلم فأعاد النبي قوله لا تغضب هل تعلم أن كظم الغيظ قد غلب غيظه وغلب شيطانه وقهر شيطان من أد به إلى هذا الإذاء اسمع معي إلى هذا الحوار النبي صلى الله عليه وسلم كان في إحدى الطرقات فإذا به يرى قوما يتصارعون فقال صلى الله عليه وسلم ما هذا قيل يا رسول الله قوم يسترعون فلان الصريع لا ينتدب إليه أحد إلا وغلبه يعني فلان هذا لا يؤت إليه بأحد إلا ويغلبه فقال صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على من هو أشد من قيل من يا رسول الله قال رجل ظلمه رجل فكظم غيظه فغلبه أي غلب هذا الغيظ وغلب شيطان عن أن يرد الإذاء بمثله وغلب شيطان صاحبه صدق النبي الكريم صلى الله عليه وسلم سبيل الرئيس إلى الجنة سبيل الرئيس إلى الصبر الجميل سبيل الرئيس إلى أن يتباهى الله بك على رؤوس الخلائق سبيل الرئيس إلى أن تقهر شيطانك وشيطان من أذاك سبيل الرئيس إلى أن يكون عدوك كأنه صديق لك حميم بنص القرآن الكريم كظم الغيز نسأل الله سبحانه وتعالى اللهم يا رب كل شيء بقدرتك على كل شيء اغفر لنا كل شيء ولا تسألنا عن شيء وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم